هل حرّد المسيح أتباعه على القتل؟ أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان في هذه الحلقة سأرد على سؤال يعني يروج على صفحات السوشال ميديا وطبعاً كتبونا عدة مرات عن هذا السؤال والسؤال هو هل حرّد المسيح أتباعه على القتل؟ طبعاً لا أعلم في هذه اللحظات هل أضحك أم هل أحزن؟ ولأنه السؤال طبعاً يعني واضح أنه مش جدي وبالأخص من الذين يروجون لهذا السؤال طبعاً خليني في البداية أقول يقتبس العديد من أصدقائنا المسلمين آية قالها يسوع في بشار التقلوقة الإصحاح التاسع والآية 27 وهي هذه الآية أما أعداء أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتبهم إلى هنا واذبحوهم قدامي فطبعاً عندما تسمع لهذه الآية لأول وهلة يمكن تكون الآية صادمة لكن السؤال ما تقيلت هذه الآية؟ وما هو الظرف لقول هذه الآية؟ وما هو صياق الحديث لهذه الآية؟ وإلى من كان يتكلم يسوع المسيح عن هذه الآية؟ وما هو مفهوم هذه الآية؟ ولسيما للمعاصرين اللي عاشوا في أيام يسوع المسيح فبالطبع أخذ العديد من أحبائنا المسلمين الترويج لهذه الآية أن المسيح يدعو إلى العنف بدون أن يتعب نفسه أن يبحث أو يقرأ النص أو سياق الحديث كله ولسيما أنه سمعوا من أشخاص مثل أحمد ديدات أو نايك ذاكر فالمسلم يريد أن يهاجم بدون أن يبحث أو حتى يسأل المسيحيين عن تفسير هذه الآية فالسؤال الذي يطرح نفسه لماذا هذا التصرف؟ وإلى ماذا تريد أن تصل في هذا الموضوع؟ اشتركوا في القناة